غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار تقتل جمال البدوي أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة في اليمن والعقل المدبر للهجوم على المدمرة الأمريكية USS Cole عام 2000 الجيش الأمريكي رجح مقتل البدوي في الضربة التي تم تنفيذها بدقة في الأول من يناير الجار في مأرب وكان القضاء الأمريكي قد وجه للبدوي في عام 2003 نحو خمسين تهمة تتعلق بالإرهاب كما رصد لاحقا مكتب التحقيقات الفدرالية نحو خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أشهر عمليات البدوي على الإطلاق هي الهجوم على المدمرة الأمريكية USS Cole في أكتوبر عام 2000 المدمرة كانت ترسو في ميناء عدن وتمت مهاجمتها بقارب مفخخ ما أسفر عن مقتل 17 من البحارة الأمريكيين وإصابة 30 البدوي ظل مطاردا من الأجهزة الأمنية في اليمن وشارك في عمليات إرهابية عديدة منها استهداف منشآت نفطية في حضرموت ومأرب اشتهر البدوي بعمليات هروب كبرى مع قيادات من القاعدة من محتقلات المخابرات اليمنية الأمن السياسي في عهد علي عبدالله صالح الأولى من سجن المخابرات في عدن أبريل 2003 ومعه تسعة من قادة التنظيم وجرى احتقاله لاحقا والعملية الأخيرة الشهيرة من معتقل الأمن السياسي في صنعاء ضمن هروب 23 قياديا من القاعدة في فبراير عام 2006 عبر نفق تم حفره تحت سور السجن إلى الخارج ترجمة نانسي قنقر